مرحبا بكم جميعا إلى درس عن المحادثة باللغة الإنجليزية ودرس اليوم حقيقة جدا مفيد إذا ما ركزت معي عن الطريقة الصحيحة كيف تدرس أي محادثة أمامك باللغة الإنجليزية وتستفيد منها بالطريقة الصحيحة وليست بالطرق التقليدية القديمة الكثير يدرس في معاهد أو الكثير يشتري كثير من كتب اللغة الإنجليزية ويقرأ الكثير من المحادثات أو يشاهدها أمامه في برامج تعليمية أو أفلام أو غيره ولا يعرف كيف يمكن أن يستفيد من هذه المحادثات اليوم سأخبرك طريقة راقية ورائعة جدا حتى وإن كنت مبتدئ في اللغة الإنجليزية يعني يا سيدي فلنفترض أنك تعرف فقط الحروف الإنجليزية وكم كلمة في الإنجليزي جميل جميل أنا سأضع في اعتباري أن مستوأك مبتدئ وهذه المحدثة طبعا للمبتدئ أو حتى للمرحلة المتوسطة يعني جميع الطلاب ولكن أريدك أن تركز وتعرف ماذا أريد أن أوصل لك من محلومة كما تشاهدون أمامكم أمامنا محادثة بين شخصين كيم وتوم شخص بيتصل بصديقه يعني بيقضي إجازة هو في باريس فيتصل له بالتلفون مرحبا بك يا توم أنا معك كيم أتصل بك من باريس والثاني يستغرب فيقول له باريس ماذا تعمل في باريس فيجيب عليه الآخر ويقول له أنا في إجازة ويسأله الثاني كيم يعني أو توم يسأله كيف هو الطقس في باريس فيقول هل هو حار فيقول له لا إنه بارد هل أنت تقضي وقتا جيدا لا أنا أقضي وقت سيء لأن الجو هنا سيء أنا آسف لسماع ذلك متى سوف تعود أعتقد سأعود غدا أنا أعطيتك ملخصة المحادثة عندما نحاول أن نترجم الآن ونركز على مثل هذه أنواع من المحادثة يمكن جدا أن تحدث في الحياة ولكن ليست بالضرورة أنك تكون في باريس يعني وليس بالضرورة أن يكون هو اسمه توم وأنت اسمك كيم لا ممكن تتغير المسألة أهلا يا محمود معك سارة ولليلة أنا بطصلك من المكتب بطصلك من المدرسة بطصلك فهمتوني؟ خلونا الآن أول شيء نترجم المحادثة ثم سأوضح لك النقاط التي أريدك أن تركز عليها ولكن لا أريدك فقط أن تركز على معاني الكلمات وتستفيد فقط من الكلمات لا سأشرح لك السر الآن ركز معي أول شيء سأقرأ لك المحادثة كاملة ثم سنترجمها لا أريد أن ابقوا دعائف حتى الأمر ضرور أنا تعد أن أسمع ذلك أين ستأتي بتو آنة الجديد؟ أعتقد أن سأتنى أما يهتم هذا كان نطقها سنترجمها الآن وسنعيد أيضًا نطقها الأول اتصل بـــــــالتوم مباشرًا يعني السéc grocer أهلًا يا توم هذه are why معك كيم وهذه هي الطريقة الأمريكية تعرفوا أنه يختصروا بدل قالوا من معي؟ من أنت؟ لا يعني خلاص قالوا معك كيف؟ معك محمد؟ أهلا يا محمود؟ معك جميل وعلى هذا الحال أنا أتصل أتصل طبعا هنا يوجد عفوا أنا أتصل بك من باريس أنا أتصل بك من باريس أنا أتصل بك أنا الآن في هذه اللحظة لذلك كان وجد الآن والآن نجي أنا أتصل بك أنا أتصل طبعا تستطيع أن تقول أنا أتصل بك من باريس أو أنا أتصل بك يعني لا يوجد إشكالي مش خطأ يعني بس أوضح يعني فالثاني يبدأ يعني استغرابه من باريس من باريس مشهور جدا السؤال مشهور جدا يعني ماذا تعمل وأنت احفظه أيضا بهذا الشكل قبل أن أكمل أريدك أن تركز أن أنت الآن ماذا تستفيد من هذه المحادثة أريدك من الآن وصاعدا كما يقولون باللغة الإنجليزية from now on from now on يعني من الآن وصاعدا كل ما تريد أن تصل بصديقك أجنبي أو يتحدث اللغة الإنجليزية لا يتحدث اللغة العربية وتريد أن تتصل به وتعرف عن نفسك فلنفترض أن اسمه مثلا جيم أو اسمه مثلا كاترين اسمها كاترين فأنت تقول hi كاترين this is وعرف عن نفسك this is موران I am calling from my house أو I am calling you ما فيش مشكلة I am calling you from my house أنا بتصل لك من بيتي I am calling you from my work أنا بتصل من عملي فهمتو يعني أنت تأخذ سياق المحادثة ونفس الأسلوب لا تحاول أن تغيره من الأشياء الجميلة جدا أن تعرف أن المحادثات الإنجليزية طريقتها الأفضل أن تتبع نفس أسلوبهم وليس أسلوبنا العربي وثقال حسب ثقافتنا فهمتوني طبعا إذا مثلا أحد نفس الكلام ممكن أحد يتصل لك فيقول لك أنا بتتصل لك من الدولة الفلانية ومن مكان الفلاني وأنت تستغرب فتقول from the office من المكتب from the company من الشركة what are you doing in the company what are you doing in the company إيش بتأمل في الشركة what are you doing in school ماذا تعمل في المدرسة جميل ننتقل الشخص أجاب بعدما قال له ماذا تعمل في باريس I am on vacation تحفظ بهذا الشكل أنا في إجازة إذا أحدهم بيسألك أين هو أخوك فتقول he is on vacation يعني بدل I am تقول he is on vacation وأختك she is on vacation she is on vacation she is on vacation إذا أردت أن تسأل عن الطاقس هذا السؤال يحفظ كما هو ركزوا معي أنت ستحفظ I am calling from هذا يحفظ كما هو hi fullan this is fullan تحفظ كما هي what are you doing in تحفظ كما هي وتغير باريس فقط I am on vacation تحفظ كما هي how is the weather in كيف هو الطاقس في تحفظ كما هي لذلك كثير من الناس يدرسون في مدارس ويدرسون في معاهل ومع كاب الاحترام للمدرسين أو الطلاب أيضا لا يعرفوا هذه النقطة لا يقوموا بعملية تدريس الطلاب بالشكل الصحيح طبعا أنا لا أتحدث على الجميع ولكن هناك عدد كبير حقيقة تجعل ذلك عندما تجد كثير من الطلاب درسوا في معاهد وللمستويات المتقدمة وتسألوا يعني عن شيء بسيط جدا كيف تقول أنا في إجازة I am on vacation فهو درس الدرس يعني هو درس هذا الدرس عدة مرات ولكن لا يعرف كيف تسأل عن الطاقس how is the weather how is the weather in لا يعرف فلذلك أنا كما أخبرتكم عندما أدرسكم مثل هذه المحادثات هذه المحادثات ليست للفهم فقط بل هي للفهم والحفظ معا إذن how is the weather in Paris is it hot is it is it is it hot هل هو حار الجو no it's لأنه أنا أتكلم على الطاقس no it's not it's cold إنه بارد are you having a good time are you having a good time أريدك أن تحفظ هذا السؤال كل ما تريد أن تقول لحدهم هل تقضي وقتا ممتعا هو هذا are you having a good time are you having a good time احفظ معي are you having a good time يعني أنت صلك صديقة كلها دخلت أنت على شخص ناس مبسوطين are you having a good time مستمتعين بوقتكم إن شاء الله yes we are having a good time هذا إذا أراد أن يجيبوا عليك طبعا سألوا are you having a good time no I'm not I'm having a terrible time الأخ طبعا أكس ما نتوقع لا إنني أقضي وقت سيء يعني سيء جدا يعني أكثر من الباد يعني لماذا لأنه the weather is bad الطاقس بارد يعني أنا ذهبت إلى باريس وحاب أن أنا يعني أتمتع بالجو لكن طلع بارد ومش أستمتع فيه غالبا عندما يأتي خبر سيء نحن نقول باللغة العربية لا حول ولا قوة إلا بير لا إله لا سبحانه يعني عندنا طريقة بردة فعلنا إذا ما حصل خبر سيء هم عندهم إذا كان الخبر سيء I am sorry to hear that أريدك أن تحفظها I am sorry to hear that I am sorry to hear that يؤسفني أو أنا آسف لسمع ذلك I am sorry to hear that I am sorry to hear that I am sorry to hear that ثم سأله when متى will you سوف أنت come back come back تعرفون متى سوف تعود I think أختصر I will اللي هي will I think I'll come back I'll come back أعتقد أنني سوف أعود tomorrow إذن الآن لا فرض أنك أنت تخرج بخلاصة أنا أريد أن أسألك الآن كيف تقول لواحد أو لأي أحد اتصلت به بالتلفون أو مرحبا يا عبد الله معك سامي هاي عبد الله this is Sami كيف تقول له أنا أتصل بك من بيتكم I am calling you from your house من منزلكم كيف تقول ماذا تعمل في منزلي what are you doing in my house كيف تقول أنا أحتاجك I need you أو أنا في إجازة I'm on vacation كيف تقول كيف هو الطقس في مثلا بلدتكم how is the weather how is the weather how is the weather خلاص تحفظها كيف تقول هل هو حار هل هو بارد هل هو منطر is it raining is it cold is it hot is it Fuji is it raining تنطر كيف تقول هل أنت تقضي وقتا ممتعا are you having a good time are you having a good time are you having a good time كيف تقول أنا أقضي وقت سي I am having a terrible time I am having a terrible time I am having a terrible time كيف تقول أنا يؤسفني سمع ذلك I am sorry to hear that I am sorry to hear that I am sorry to hear that متى تقول لأحدهم كيف تسأل أحدهم متى سوف تعود when will you come back when will you come back when will you come back واضح أتمنى أن تكون الصورة واضحة وعندما تدرس المحادثة من الآن وصعدا توقف عن الطريق الطريقة القديمة التي يعني لو درست عشرات الكتب لن تخرج بنتيجة وضع في اعتبارك كنقطة أخيرة أنك تستطيع أن تغير الضمائر يعني بدل I ممكن يكون he وشي وإت بدل مثلا is it ممكن تكون is he is she ممكن المحادثة ممكن تتغير بس أنت تدرس المحادثة بهذا الشكل وتحفظها مش فقط تفهمها هذا كان كل شيء بالنسبة اليوم وأنا قمت بدمج دروسي كاملة في قناة جديدة رابط للقناة الجديدة في الوصف أسفل الشاشة التي أمامكم إذا أردت أن تشاهد الدروس مدمجة حتى لا تتوه اضغط على الرابط الذي في الوصف سننقوم لكم بشرة إلى قناة جديدة good luck عدنا نوفقا and see you soon مع سلامة الله